خلينا نرجع بقى لمبارات الأهلي والزمالك عشان أنا عايزة أقولك النس تتكلم في الموضوع ده من زمان يعني بقالنا شوية كده في الموضوع ده المباراة النهاردة كل جماهير الأهلي كل جماهير الزمالك مستنيين مبارات النهاردة على أحر من الجمر شايف الاستعدادات عاملة ازاي قرأتك المباراة النهاردة هتبقى عاملة ازاي من أصعب المباراة ومن أكثر المباراة اللي احنا من درش نتكهن مش بالشكل تكتيك بقدر النتيجة اللي ممكن تحدث في هذه المباراة لأنه في مشكلة في نادي الأهلي آه طبعا لأنه نادي الأهلي بيعاني من تسعة غيابات وغيابات مؤثرة احنا بنتكلم عن مجموعة من اللاعبين اللي هي تشيل فرقة بشكل عام بما فيها مثلا أسميني مثال محمود متولي القلب الدفاع بالنسبة نادي الأهلي درس انت رايح تعترض ليه على حكم مباراة المصري مبعد المباراة طيب هو هيفتح المباراة مرة تانية ويديك دقيقتين عشان انت تتحمى هو مش مقياس يا كما احنا في لعيبة محترفة المفروض دي هتمثل منتخبنا الوطن الأول سيب سيد عبد الحفيز هو اللي يشيل ليه خلاص هو يضغط لأنه هو بيضغط مش بيضغط عشان المباراة دي عشان مباراة مصري هو بيضغط على الانها المباراة علشان يصدر الضغط أو يخوف بالأحرى اللي جاي هيحكم له بعد كده فدي سياسة أخرى ليه علاقة بالإدارة ومدير الكورة صح ما تنظر لك شو انت فيها كلام بالزابط كده انت عارف ان انت عندك انظرين ما تخدش التالت بشكل مجاني باعتراض سهل وسازج فيكلفك ان انت تبقى غايب عن مباراة لكمة ليه هو شخصيا حتى مش بس كفايدة ليه نادي الأهلي مش ده بقوله ان احنا بندعم نادي الأهلي انه لأ ده نقص ونقص عدد مؤثر في تشكيلة نادي الأهلي يجب ان يستغله نادي الزاملك لانه الزاملك معدوش الغيابات المؤثرة بالشكل الكبير ده نحن بنكلم عن عمر السلية نحن بنكلم عن محمد عبد المنان في الدفاع مع متولي مع ياسر ابراهيم اللي عنده اصابة نحن بنكلم عن مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد كمان عندهم اصابات بالروباط صليبي فكده كده غايبين فترة طويلة برونو سافيو حتى البرازيل عنده مشكلة في الرجبة فعندك مجموعة من اللاعبين اللي تشيل فرقة غايبة عن النادي الأهلي ده يأثر طبعا هيأثر فنيا لكن فيه ثقة او دوافع بشكل مختلف عند لعبي النادي الأهلي بما فيها مثلا كهرباء اللي من الممكن ان يشارك وعلى الاغلب يشارك ويجب ان يشارك من بداية المباراة في التشكيلة النهاردة لو عايز مرسلك ده عشان يتم استغلال دوافع كهرباء لفوز بالزبط كده ولانه في بداية المباراة انت هتاخد منه افضل ملادي لو نزلت بديل هتلاقي مش مركز ايا المكان النتيجة حتى لو فريقك متفوق او نادي الأهلي متفوق على الارض الملعب خد منه اللي انت عايزه بعد كده ابدأ غير في التشكيلة التكتكية الهجومية لو تبدأ بيه راس حربة او حتى كجناح ويخلي محمد شريف كمان على الارض الملعب لو هيجرق قوي لكن ما اعتقدش ان ده ممكن يحصل هو يبدأ بيه كراس حربة او شادو سرايكر موجود على الارض الملعب مع حسين شحات عبدالقادر اعتقد دول التلاتة اللي ممكن انهم يعملوا شفتات هجومية وفقا للرؤية كده اللي انا شفتها حتى او تبعتها عن قرب بالنسبة لتدربات ناد الأهلي في الفترة الأخيرة انه ممكن ده اللي يحدث في التلت الهجومي لكن نص الملعب تاع الأهلي فيه مشكل لانه محمد فتح قد لا يشارك في قدرين مباراة فممكن يشارك محمد فغري محمد فغري من صغار السن ولكن تقيل ولما تجده دوافع كنا بنكلم مع المتخب الاد ان هو بيدي دوافع للعيبة مشاركتش اصلا دوليا كتير مع المتخب الأول لكن بتغطي لعيبة كبيرة غيبة بدع الإصابة والاعتزال نفس الكلام في ناد الأهلي مارسيل كولر سايكولوجيا انه وهيأ واحد زي محمد فغري بتواخد دور عمر السلية دي مباراة قمة ومباراة القمة بيهيأ لها بشكل مختلف فممكن لعب هو زي ما يقولون كده القمة بتصنع نجوم ممكن يكون نجم في حتة تانية محمد فغري ما بعد مباراة النهاردة مع ديانج اللي هو عامل التوازن في نص الملعب ممكن الدفع برضو فيه مشاكل لانه آيمن أشرف ممكن يدفع بي كستوبر كقلب دفع لانه انت عندك خلص قلب الدفع ما فيهوش حد من اللعيبة اللي بتشارك على طول محمد عبد المنم أو متولي أو ياسر إبراهيم فانت هتدفع بيه رمي ربيعة محمد هاني خلد عبد الفتاح النهاردة يبدأ المباراة اللي جاي في يناير كجاه يومنا وده دور ومركزه محمد هاني ولا أيمن أشرف انا شوف يحط أيمن أشرف وكده كده غايب عن المباراة بشكل كبير في الفترة الأخيرة على دكتة المودلاء تحسبا أنه إصابة علم علول تعود وهو كان عانا من شد في عضلة السمان خلال التدريبات الأخيرة فيبدأ مع علم علول خد اللي عنده كده كده عند خمس صغيرات خد اللي عنده يأمنك لقدر اللي حصلت الإصابة أو مش يدر يكمل على الإصابة نزل أيمن أشرف في الجهة اليسرى علشان ما يحصلش لخفنة ودربكة اللي حصلت في الزمالك لما بدأ يحط عمر جابر ولا مسلوس يمين ولا أشمال وسبعة بتشافي بره مثلا فالقصة في أنه في بعض التفاصيل الصغيرة اللي هلعب عليها مرسيل كولر لكن التشكيلة بشكل عام طبعا يعني فرص الزمالك أحسن؟ على الورق منطقيا بدوافع الزمالك أنه عايز يرجع وتبقى بالنسبة له قمة من أجل العودة للمصار الصحيح بعد الخروج كمان من نصف نهاية كأس العام الماضي أه حظوظه كبير لأنه كمان الزمالك لو انتقلنا ليه شوية فريرا مضغوط بس ضغطه هو بيحاوله الإيجابي يعني حتى كلام الإدارة الكتير عن أنه فيه خيطيارات مش اختيارات لعبين مش لعبين ما ينفعش ينفع لا هو بيعرف في يفصل حتى لو تغير بعض المسؤولين في الجهاز الفني معاه لكنه هو عارف كويس قوي حتى لو عايزة يخرج من نادي الزمالك هيخرج بشكل كويس يخرج بشكل هو أنا كبير زي ما خرج في 2014-2015 فالفكرة في أنه لا مباراة كبيرة ده وافع نادي الزمالك كبيرة كمان لتصحيح المصار مجموعة اللعبين الموجودين في نادي الزمالك بطرف تلعب في القمة وكان آخر قمة تفوق في النهاية كاس مصر النسخة ما قبل الأخيرة وزيزو موجودة على الأرض الملعب مجموعة اللعبين الموجودين حن نكلم عن دونجا ما يبقى بين عليهم الهجم اللعبين الموجودين في القمة عشان تخلص دول القصة بتاعت إنه إزاي خلص هجمة نادي الزمالك قدام النادي الأهلي والنواقص وعدم التوليفة اللي ما لعبتش مع بعض تقريبا غير في تأسيمات ولا حتى في قديات فإنت زاي تضربها تزديدات إمام عشور تخلصات مراوغات تفاهم ومنسجام وربط حاجات صغيرة فيما بين ثنائيات ممكن تم شغل كواس قوي هدف إمام عشور اللي سجل في النادي الأهلي في المباراة الأخيرة اللي يتحطت من على حدود الثمانداشر من أجمل أهدف اللي ممكن لو تعاملت ناردة يتعمل لو مفيش شفتات صح أو ربط ومقابلة لعابة نص ملعب نادي الزمالك اللي نص ملعب هو المحور دايما في اللعب بس أعتقد إن كولر خلاص يعني أكيد دارس طريقة لعب نادي الزمالك يعني وأكيد شاف المباريات اللي قبل كده اللي لعب فيها الأهلي الزمالك مع بعض عشان يشوف طريقة لعبهم عملة إزاي صحيح ولكن الأهلي هو اللي عنده مشكلة بفكرة إنه هم هيقدروا ينفذوا الضغط على مصادر قوة نص ملعب نادي الزمالك النهاردة ولا لأ ده اللي هيفرق بقى فيه لعيبة النادي الأهلي وكيفية التنفيذ لأفكار مارسيل كولر لأن جوزفالدو بريرا برضو على ما يرى إنه عنده مشاكل فنية وإنه خسر مباراة وتعادل مباراتين ثلاثة في السكة وخسر كمان في ناكس مصر أمام برامد لكن لا الراجل ده لما بيفوء ويفوأ لعبته بغض نظر عن النظرات والكلام والحدة والشدة اللي كانت ما بينه ما بين بعض اللعبين بما فيه يزيزو على سمين المثال في مباراة برامد مثلا والشكل كده اللي هو كان فيه تجاههم بشكل أو بآخر لكن لا لو فوأ لعبته علشان مباراة الزمالك تحديدا أمام النادي الأهلي القمة لا هتفرق بشكل كبير جدا ولو خطف نادي الزمالك الإقاع والريتم ونص ملعب المباراة لو تحكم وسجل في نادي الأهلي في الشوط الأول ممكن يركب المباراة دي وما ينزلش إلا بالثلاث نقاط ويرجع تاني لأنه هو عارف كويس قوي أنه فرق تامى النقط هو هيبعد بشكل كبير وهيدي نفس جديد كمان لبرامد زو خلف النادي الأهلي وممكن يبعد عن المشاركة الأفريقية وده شكل مش حلو في ظل أنه أصلا بينافس على دور الأبطال في نسخة هذا الموسم كنت بتكلم عن يمكن فريرا التفكيره دايما بيبقى إيجابي شوية وفي ظل التحديات الكثير اللي هو بيواجهها دلوقتي الزمالك عنده دافع أكبر أنه هو يرجع مرة تانية لكن تراجع للنتاج الأخيرة وخروجه من الكاس مش دي حاجة ممكن تبقى مأثرة سلبيا على اللعيبة هم بيرعبوا في الملعب مخالياهم أن النهاردة أنت جماهير مستنية الماضش النهاردة في فيه ضغطات على الفرقتين أكيد لكن بنتكلم في دوافع كل فرقة لو كلمنا في دوافع الزمالك بعد يمكن نتراجع النتاج الأخيرة شايف ممكن فريرا ياخد الموضوع بإيجابية فعلا إحنا في مصر متعودين أن اللي بيخسر المباراة بيلقي أو بتلقي بظلالها النتيجة على المباراة اللي بعدها المفروض في الكاتجري العالي أو في المستوى الكبير من المفترض أنه فيه الأهلي والزمالك زي أوروبا زي ليفربون يخسر مباراة بالأربعة وينزل يكسر بعد كده بالخمسة يعني عادي فكرة الفصل ده ممكن يحدث نادي زمالك وبالذات لما تكون مباراة قمة لأنه الكل بيفصل ما قبل وما بعد وبيركز فيه مباراة القمة دي أنا أعمل فيها حتى لو مخدتش الدوري بس أنا فزت على النادي الأهلي ففكرة أنه أنا بنافس بقوة وفزت على الغريم المباشر اللي هو النادي الأهلي بالنسبة لي فآه لأ فريرا لأنه كمان لعب النادي الأهلي كتير وعارف أفكار مارسيل كودر حتى لو ما واجهوش بشكل مباشر إلا أنه عارف كويس قوي أنه النادي الأهلي في نواقص ونواقص فناه ويلاعب أربعة تلاتة تلاتة النهاردة بدون أن يتم التغيير ومش هغير في فكرة أنه عوادي بقى موجودة على الأرض الملعب أو عبد الشافي ممكن يبدأ المباراة النهاردة بالمناسبة وهيخلي عمر جابر على ديكة البودلاء أشوف كده مع وجود المسلوسي عبدالغاني حسام عبد المجيد ممكن يبدأوا المباراة وهيخلي مصطفز الناري برضو على ديكة البودلاء ما معتقدش أنه هيجازف بيه ودي هتبقى دوافع للعبين اللي استمروا في الفترة الأخيرة وما يقتلهمش فنان أنه كان فيه أخطاء فنية فكرة أنه لأ أنا هديك الدافع أن أنت تكمل كمان بس في مباراة القمة فخليك صاحب اوعى تغفل لأنه الدوافع اللي موجودة عند لعبي النادل أهلي ولو كانوا بودلاء أو ما بيشاركوش بشكل كبير بما فيهم كهرباء أو في نص ملعب قلنا فخري ممكن يبدأ النهاردة المباراة أو بعض اللعبين اللي هم مبلعبوش مع بعض لكن عندهم اندفع كبير أو أن نحن عايزين حقا ذاتنا إزاي تنتص ده وتلعب على فكرة أنه أنا تقيل على أرض الملعب فهيبدي اللعبين دول بما فيهم دونجا إمام عشور أعتقد أنه ممكن نبدأ برؤة ما يبدأش بعمل في غيابات برضو في غيابات بس مش غيابات مؤثرة لأنه خلاص تعودوا عليها فكرة أنه تأمين الوينش عنده أصابة من فترة كبيرة الاتنين اللي عليهم الكلام طبعا فتوح وعبدالله جمع وابراهيم النضاي أصلا كده كده ما بيشاركش مدات الموسم إلا على فترات وفترات متبعدة وإصاباته كتيرة فالأربعة دول ما يأسروش بشكل عام على الهيكل العام بالنسبة لنادي الزمالك اللي يقدر يهدد النادي الأهلي وإطاروا التكتيكة على الأرض الملعب أنا شايف أنه لا الزمالك أتقل بشكل أو بآخر لكن القمة خارج التوقعات النهاردة الجزيرة لو في حالته ممكن يوسف أسامة نبيه مع عزيزه من على طرفين يعمله شغل كويس هجومي وممكن ما بدأش بيوسف أسامة نبيه ويبدأ بمصطفى شالبي كبداية لكن أشوف أنه يبدأ بمصطفى شالبي لأن مصطفى شالبي من اللعيبة عام زيقافشة في نادي الأهلي كده لو بديل ما بيضفش ولما بينزل ما بيديش إجابية هجومية فيبدأ بمصطفى شالبي النهاردة ويخلي يوسف أسامة نبيه على فكرة العيبة الصغيرة في نادي الزمالك من الموسم الماضي لما تم الاستعانة بيها بسبب وقف القيد لما كانت بتنزل كانت بتغير في النتائج وكانت سبب في تغيير مصار درع الدوري وراح لنادي الزمالك في الموسم الثاني فلما تخليش العيبة الصغيرة اللي هي عندها دوافع وهي على دكتة البودلة وبتعيش في المباراة تاخد دورها كبديل لأنه صغير نازل عند دوافع مصطفى شالبي بيحس أن هو أنا نجم كبير جاي من أمبي بنزل ما بقضفش ما بقديش فأنا شايف أن مصطفى شالبي النهاردة هو اللي يبدأ المباراة يكون أفضل فنيا بالنسبة اللي يناه للزمالك وهي أفكار هل الزمالك ممكن ينزل يهاجم من البداية؟ أفتكر كده الزمالك هيلعب من المباراة بذاته هو الأهلي دائما هو اللي يلعب على أول ربع ساعة عايزة أخطف لكن الزمالك في المباراة دي هو اللي يحجم هيضغط على حمل الكرة بشكل قوي جدا هو اللي يحاول ياخد المبادرة للإقاع لفرض الإقاع بتاعه ولو قدر أنه يسجل من البداية زي ما قلت وهي هيمن على هذه المباراة طب وعلى العكس لو الأهلي سجل في البداية لو الأهلي سجل في البداية هل هيقدر يهيمن على باقي المباراة ولا برضو في الأمور أمور أنا أشوف أنه في الأمور أمور في المباراة دي تحديد لأنه أنت ما تضمنش معادل اللياقة البدانية اللي خليك تكمل حتى لو سجلت من البداية تحافظ على النتيجة فبالنسبة لمرسيل كولر طبعا كل مدير فاني بيقسم المباراة تكتكيا وفقا ليه سير المباراة لو تعدوا هتمشي إزاي خلال النص ساعة الأولى نص ساعتين وهكذا يعني لكن لا مرسيل كولر في المباراة دي عمل لها حسابات لكل دقيقة بتمر على الأرض الملعب لأنه ما يعرفش المستوى حتى اللي ممكن يخلي واحد زي محمد فخري لو خد دوره في نص ملعب بدلا من حمدي فتحي أو حتى حمدي فتحي ما هو لو رجع حمدي فتحي عنده إصابة كانت فأنت لو رجع هتقدر تاخد منه مية في المية ولا لا لأنه محور لعب في نص ملعب فالمباراة بالنسبة مرسيل كولر لا على المحك أو فيها مخاطر وهو مش مشروع له هزيمة بالمناسبة لم يسقط في أي هزيمة إفرقيا أو محليا فعايز برضو يبقى الشكل الحلو حتى لو بيفقد نقاط بس يبقى شكله حلو على أرض الملع إنه لو ما كسبش في المباراة دي في الظروف دي ما يخسرش ما كسبتش ما يخسرش أو بالأحرى ما استقبلش لو ما سجلتش ما استقبلش في المباراة ودي بقى قيمة قدرة مرسيل كولر على إنه يساطر على نصف ملعبه ودفاعه في هذه المباراة وبقى الدواف على قولنا عند كهربا فكرة إنه كهربا عايز يرد على المنتقدين فأنا عايز أسجل كمان في مرمأ الزمالك بعد ما جات له بطاقة ولو مؤقتا للمشاركة مع نادي الأهلي فعايز يرد مش بس قدام سموحة لأنه قدام سموحة من أدرش نحكم على أداء نادي الأهلي أو اللعبين اللي موجودين في نادي الأهلي اللي نسموحة كان وكأنه بيلعب مبارا فقد الأمل من البداية يعني طيب عايز أسألك سؤال سريع جدا هل هيتم الإعتماد على محمد شريف ولا كهربا سريعا أنا شوف أنه هيعتمد على كهربا لو اعتمد على محمد شريف هيخلي كهربا كجناح طير في هذه المبرأة